لكن نرجع تاني للمسكوت عنه نرجع تاني لكل جهبزة التحليل مبارح ومنهم للأسف ناس بتنتمي للنادي القاه ما اتكلمتش فيه كلمت في الحتة الدايعة مستر مسماني أخفق اه طبعا ما اعتقدش انه كان موفق مبارح على الإطلاق وهو قدر بظروفه اللعيبة ما كانتش في حالتها اه فيه كتير منهم يمكن ما كانوش في أحسن أحوالهم لكن هل ده السبب الحقيقي؟ لا الحقيقة انه قص المشكلة واللي مفترض انه الناس تتكلم فيه هو انه ازاي نحافظ على حقوق المنتخبات والأندية المصرية حالة التعسف الشديدة جدا في مواجهة كل ما هو مصري بقت ملمح دائم الحقيقة ما بقاش عندي احساس ان احنا عندنا القدرة ان احنا مش ناخد اكتر من حقنا ان احنا على الاقل نحافظ على حقوقنا الموقف ده تكرر قريب مش بعيد في مشاركة الأقلي في أندية كاس العالم لا شفنا دور للاتحاد المصري ولا شفنا أكيد طبعا دور للاتحاد الأفريقي اللي المبطح الحقيقة بطح شبه كامل للاتحاد الدولي مع فكرة مشاركة الأهلي في كاس العالم وتوقيت المشاركة والتعارض مع بطولة كاس العالم العندية وبطولة أمم أفريقيا ما شفناش ده في مطش الفاصل بين مصر والسنغال ودايما للأسف احنا بنعمل للناس طبعا احنا شعب متخدر جدا وراقي جدا ومستحيل ان احنا نتشد ان احنا ننزل للمستوى ده لكن الواحد بيزعى الحقيقة وبيزعى لما يحصل ده من أشقاء يعني ممكن نستوعبه شوية لما يحصل من دول بعيدة عننا يعني العلاقات بيننا وبينها مش قوية لكن لما يحصل من أشقاء ما احنا كنا في الجزائر قريب ومن لعبة فاقص طف والناس الحقيقة يعني كانت في منتهى الاحترام كانت في منتهى الاحترام مش قصة النادي الاهلي ومش مسؤولية النادي الاهلي انه يتعامل مع تعنت اتحاد قرية او اتحاد دولي مفيش نادي ممكن يصدم بالتحاد قرية او اتحاد دولي يعني هقول لحضراتكم مثال صغير جدا لما حصلت قصة السوبر ليج واجبر اندية اوروبا بكلمكم على اندية بحجم ماشيس الستي براشلونة ريال مدريد ليوفي الميلان يعني يعني التوب يعني اكبر اندية في كل الدوريات الكبيرة اتكلمت في انهم عايزين يشاركوا في السوبر ليج وحصل اعتراض من الاتحاد الاوروبي وحصل اعتراض من الفيفا هل في نادي من دول يقدر يخش في عملية تصادم مع الاتحاد القري او الاتحاد الدولي انسى انسى وبعدين احنا بنتكلم في متغيرات بتحصل في السنين الاخيرة في المنتقى العنف صراع المصالح صراع المصالح والارباح بقى بيحكم رياضة كرة القدم بشكل عنيف يعني السوبر ليجي اللي فشل في فشل فكرة تطبيقه في الاتحاد الاوروبي بيفكروا يعملوا عندنا هنا في افريقيا والناس بالمناسبة الحقيقة بالمقارنة بالاتحاد الافريقيا والاتحاد الاوروبي شتان طبعا احنا ولا مئة سنة يعني احنا في افريقيا لو احنا ماشيين بنفس الطريقة دي تحكيم قواعد ادارة مسابقات بنية تحتية نقل تلفزيوني فار انت قدمك مئة سنة يعني عشان توصل بس لبدايات اوروبا بس مش هي دي القصة القصة ازاي تتعامل مع انت كنادي هنا كنادي اهلي كزمالك لما تيجي تحصل على الحقوق ايه هو دور اتحاد المصري في الدفاع عن حقوق الاندية المصرية والمنتخبات المصرية هيبت مصر تأثير مصر علاقات مصر اتحاد الافريقي لتمكنها من حصول على حقوقها انا مش بطلب بحاجة زيادة عن حد يعني كلام طبعا على فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الافريقي والدور اللي قام بيه في خدمة الكرة المغربية والاندية المغربية الرجل بيصرح يعني بعد النهاية ان الهيمنة المغربية هتعود لقارة افريقي فيين دور اتحاد المصري هنا ازاي هنتعامل مع ده فيما هو قادم السؤال ده اذا كنا بنكلم على اصل المشكلة على فكر اذا ما توفرت معايير تكافؤ الفرص والعدالة في مباراة بحجم نهاية دور الابطال اعتقد ان احنا متفقين ان النتيجة اكيد هتكون غير وده لم يحدث على الاطلاق الناس اللي كانت بتطالب بالانسحاب على فكر في بعض الاصوات نادت انه الاهلي ما يلعبش اساسها المباراة وطبعا بعد الخسارة الاقتراح ده يبدو انه لقى رواجه انا مدرك تماما انه السوشال ميديا في اوقات كتيرة جدا بتبقى خطوات متسوسة خطوات ممنهجة خطوات مقصود بيها انك انت تضرب نادي زي النادي الاهلي في استقراره وفي حالته المعنوية في الروح عموما عند الاجهزة الفنية تحاول تصدر نوع من المشكلات تضرب بيها واحد من اكتر الاندية استقرارا على النواحي الفنية المادية الادارية والمعنوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة